مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 77 إذا نريد أن نبدأ أتمرن مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في تتم التمارين الدرس العاشر تنظيم ومعالجة البيانات الجزء الأول في هذه الحصة سنشتغل على الصفحة رقم 59 أولا يبين التمثيل المبياني تطور قياس درجات حرارة مريض طيلة أسبوع عندنا التمثيل المبياني كيبين تطور درجة حرارة واحد المريض رحظوا عندنا درجة الحرارة أيام الأسبوع 2، 3، 4، 5، 5، 7، 7، 1، ثم درجة الحرارة 36 درجة، 37 درجة، 38 درجة، كذلك 40 درجة فمثلا يوم الاثنين باش نعرفوا درجة الحرارة دير المريض كنديروا الإسقاط بالطريقة هذه واحدوا، وينسقطوا، قد يجينا هنا عندنا 40، قد ينضفوا درجة واحدة، 41 هنا عندنا 36، 37، 37، 38، 39، 40، 41 مثلا يوم السبت، كذلك ينضفوا الإسقاط 39 درجة، وحددوا درجة حرارة المريض يوم الخامس إذن بنفس الطريقة، قد يتحددوا درجة حرارة المريض يوم الخامس قد نمشيوا اليوم الخامس، ثم نديروا الإسقاط، بعد ذلك نديروا الإسقاط على هذا المحور هذا، ونشوفوا درجة حرارة المريض يوم الخامس قلنا يوم الخامس، نحيطوا، ثم نديروا الإسقاط، نديرنا هنا إذن عندنا 40، هنا 41، ما بين 41 و40، كنا 40.5 درجة، درجة كرمزولها بهذا الصفر الصغير، 40.5 درجة، وحدد أعلى درجة وصلتها حرارة المريض خلال الأسبوع، أعلى درجة، أعلى درجة وصلت لها درجة حرارة المريض خلال الأسبوع، فقد نشوفوا أعلى درجة هنا، شنه هي أعلى درجة؟ على درجة كاللحظة هي، هي هذه، وهي كم؟ عندنا أربعون، قلنا 41 درجة، إذن أعلى درجة وصلتها حرارة المريض خلال الأسبوع، هي 41 درجة السؤال جين، وحددوا اليوم الذي أصبحت درجة حرارة المريض عادية، إشنا هو اليوم؟ اللي أصبحت فيه درجة حرارة المريض، درجة عادية، فالدرجة العادية هي 37 درجة، هي درجة حرارة واحد عادي، ما مريض ما هو له، 37 درجة، إذن أعلى درجة اليوم، اللي وصلت فيه درجة الحرارة، 37 درجة، هنا عندنا 37 درجة، لاحظوا، 37 درجة، لكي نديروا الإسقاط على هذا المحور، ما يلقى حتى يوم، إذن نمشي اليوم الأحد، إذا نمشي اليوم الأحد، إذن الإسقاط، قد يجي هنا، قد يجي، كم؟ 37 هنا، وهنا ما بين 37 و 38، لي 37 ونصف، إذن 37 ونصف، كذلك درجة حرارة عادية، إذن اليوم هذا هو يوم يوم الأحد، اليوم الذي أصب أحد درجة حرارة المريض عادية، يعني نزلت درجة الحرارة له، هي يوم، هو يوم الأحد، إذن يوم الأحد ننتقل إلى التمرين الثاني، يشير التمثيل المبياني إلى مبيعات نوعين من المشروبات، خلال أربع سنوات، إذن هذا التمثيل المبياني كي بينا مبيعات نوعين من المشروبات، مشروب التفاح باللون الأخضر، ومشروب الليمون باللون البرتقالي إذن مبيعات المشروبات، هنا السنوات، هنا مبيعات عدد القوارير، القوارير جمع قرورة، يعني عدد دير القراءة مبيعات عدد القوارير بالملايين، تلاحظوا في سنة 2018، بالنسبة للمشروب التفاح، بيعت منه أربعون مليون قرورة في حين مشروب الليمون بيعت منه أشرة دير المليون قرورة 2019، بالنسبة للمشروب 20 مليون، تفاح، إذن أربعين، خمسة واربعين، خمسة واربعين مليون 2020، الليمون، ثلاثين، ثم التفاح، خمسين، 2021، الليمون، ربعين، والتفاح، خمسة وخمسون فقد نشوف ما بين سنة وأخرى، 2018، 2019، بالنسبة للمشروب الليمون، عندنا عشرة، ولات عشرين، ثلاثين، ثم ولات ربعين سنة 2021 يعني من سنة لسنة كتزاد بحشرة، ثم مشروب التفاح، ربعين، خمسة واربعين، خمسين، خمسة وخمسين، من سنة لسنة كتزاد بخمسة ديال المليون إذا مشينا بنفس الوتيرة، فمشروب الليمون قلنا كيتزاد بحشرة، إذن سنة 2021 كان ربعين، فغدا يقول لي خمسة هدا مشروب، مشروب الليمون أما مشروب التفاح كيتزاد، كما قلنا بخمسة، أربعين، خمسة واربعين، خمسين، خمسة وخمسين، إذن خمسة وخمسين، هادي يقول لي ستين سنة ألفاني، هادي ألفاني، وإثنان وعشرون، ألفاني وثلاثة وعشرون، إذن كان مشروب الليمون قلنا أربعين، خمسين، هاي يقول لي ستين، خمسين هاي يقول لي ستين ثم مشروب التفاح كنف ستين، هادي ألفاني وثلاثة وعشرين، هادي ألفاني وثلاثة وعشرين، ألفاني واربعا وعشرين، إذن مشروب الليمون ماش حال كان، كان ستين، غادي يقول لي سبعين، هادي ألفين وربعا وعشرين، يقول لي سبعين كذلك مشروب التفاح كان خمسة وستين، فغادي يقول لي سبعين سبعين هل هنا سنة عام 24 ستتساوى المبيعات التفاح مع الليمون وحدد السنة التي ستتساوى فيها مبيعات المشروب مشروب التفاح مع مبيعات الليمون سنة عام 24 وعشرون لحظة الثالث وحظة النامبر دي بط مارك باري نكيب دي فوتبول لور دي برمي يماتش دي لاني وحظة النامبر دي بط ماركي باري نكيب يعني هادي هيله هدف لتسجيلات منطرف واحد الفرقه دي الكرة القدم لور دي دي برمي ماتش خلال عشر دي المباراة دي لاني في السنة نميرو دي ماتش نمبر دي بط نميرو رقم المباراة عدد دي الاهداف المباراة الاولى سجيلات هدفين المباراة تانية ثلاثة دي الاهداف المباراة التالتة سجيلات هدف واحد المباراة الرابعة ربعة دي الاهداف المباراة الخمسة جوجي الاهداف المباراة السادسة خمسة دي الاهداف المباراة السبعة المباراة التامنة هدفين المباراة التاسعة هدفين المباراة العاشرة ربعة دي الاهداف يعني عندنا هاد الفرقة هادي في كل مباراة ايش حالسجاج من الاهدة ثلاثة ديال المناصرين ثلاثة ديال المشجعين سجلوا هاد النتائج هادو في الرسومات الميبيانية التالية عندنا ثلاثة ديال الرسومات الميبيانية مي يلزون توس في اي اغرار مي كلهم در واحد الخطأ جو غتروف لغرار دان شاك غراف اي جو لا كوريج جو غتروف غادي لقاء الخطأ دان شاك غراف في كل تمتيل الميبياني وغادي نصحه نبدأ بها التمتيل الميبياني عندنا الاهداف المباراة المباراة الاولى قلنا المباراة الاولى هاد الفرقة سجلت هدفين المباراة الاولى هدفين المباراة التانية ثلاثة ديال الاهدف المباراة التانية ثلاثة ديال الاهدف لحد الآن بقي صحيح المباراة التالتة هدف واحد المباراة التالتة هدف واحد المباراة الرابعة ربعا ديال الاهدف إذن باقي صحيح المباراة الخامسة جوج دي الأهدف المباراة الخامسة جوج دي الأهدف كذلك صحيح المباراة السادسة خمس دي الأهدف المباراة السادسة لاحظوا نديروا الإسقاط المباراة السادسة هنا هو دق أو لدرت ستادي الأهدف في حين نحن ندني الله خمس دي الأهدف إذن الخطأ كان في المباراة السادسة المباراة السادسة يلا خمسة ديال الاهدف يخصنا نديره هنا النقطة أما التصحيح نعود الرسمه بالطريقة دا المباراة السادسة خمسة ديال الاهدف المباراة السابعة ولا هدف يعني صفر المباراة الثامنة جوج ديال الاهدف المباراة التاسعة جوج ديال الاهدف كذلك والمباراة العاشرة اربعا ديال الاهدف لذلك عندنا الخطأ في المباراة السادسة خمسة ديال الاهدف وليس ستة اهدف نمشيون المخططات الثانية المباراة الاولى الهدفين المباراة الثانية ثلاثة ديال الاهدف عندنا التمتيل الميبياني بالاعمدة المباراة الثانية قلنا ثلاثة دي الأهداف كذلك صحيحة المباراة الثالثة هدف واحد المباراة الرابعة الرابعة دي الأهداف المباراة الخامسة جوج دي الأهداف المباراة الخامسة جوج دي الأهداف وليس ثلاثة دي الأهداف إذا الخطأ في المباراة الخامسة لاحظوا المباراة الخامسة هنا عندنا ثلاثة دي الأهداف في حين المباراة الخامسة هذا الفريق هذا اللجلensored لجوجة در الاهداف ولسه ثلاثة در الاهداف اضع المباراة الخامسة .. جوجة الاهداف ا responder اضع المباراة الخامسة جوجة الاهداف وليس ثلاثة در الاهداف المباراة السادسة خمسة دي الأهداف المباراة السادسة خمسة دي الأهداف المباراة السابعة ولا هدف المباراة السابعة المباراة الثامنة جوجة الأهداف كذلك صحيحة المباراة التاسعة جوجة الأهداف والمباراة العاشرة أربعة دي الأهداف المباراة العاشرة ربعة جيل الأهداف اللحظوا أيضا الخطأ في المباراة العاشرة هنا عندنا ثلاثة جيل الأهداف في حين في المباراة العاشرة ربعة جيل الأهداف إذن هذين زيدوا المباراة العاشرة قلنا ربعة جيل الأهداف وليس ثلاثة أهداف هنا دي ربعة جيل الأهداف والمباراة الخامسة جيل الأهداف التمثيل الثالث الرقم المباراة عدد المباراة الأولى المباراة الثانية المباراة الثالثة المباراة الرابعة 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 الر ما كيخصنا اللونه حتى هدف يعني حتى قرص في المباراة السابعة صفر في المباراة الثامنة هدفين في المباراة التاسعة كذلك هدفين والمباراة العاشرة أربعة دي الأهدف إذا الخطأ في هذا التمثيل عندنا في المباراة السابعة حتى هدف فهنا عندنا ملونين جزي الأقراص إذا الخطأ هنا ما كيخصنا اللونه حتى شي قرص شكرا